الشفافية ومكافحة الفساد وحق الحصول على المعلومة بناء على مخرجات الحوار الوطنية عنوين لورشة العمل التي اوقدت اليوم بصنعها للبحث عن توصيات ومراحبات لمكافحة الفساد لا نريد دستورا آنيا يعالج مشاكلنا الحالية ولكن نريد دستورا يعالج كل ما قد سيأتي في المستقبل شاملا وكاملا لكل شيء هذا ما طلب به المشاركون في ورشة العمل التي عقدت اليوم تحت عنوان الشفافية ومكافحة الفساد بلاء على مخرجات الحوار الوطنية هذه الحلقة النقاشية التي ينظرها مرحز الدراسات والعلام الاقتصادي حول مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد ضمن مفقات الحوار الوطنية يقض من حملة التوعية من أجل تظنين هذه النصوص والمبادئ الدستورية في إطار الدستور اليمين القادم لجمع تساعة الدستور ملزمة لتظنين هذه النصوص في إطار الدستور اليمين القادم وهي ملزمة بالتأسيس للحكم الرشيد من خلال هذه النصوص قانون حق الحصول على المعلومة وإقرار الدلة المالية وإلغاء الحصانة هي المبادئ التي ناقشها المشاركون في حلقة النقاش وأكدوا على ضرورة التوسية بها للجمة سياغة الدستور لتظمينها كنصوص في الدستور الجديد لابد أن يقوم المجتمع أن ينهض المجتمع أن يشارك المجتمع أن يتفاعل المجتمع مع ضغايا الفساد أن ينبذ كل فاسد أن يحاسب كل فاسد كان صغيرا أو كبيرا الآن لديك طرق عديدة لاكتساب المكانة الاجتماعية إحداثا للأزر الشديد نهب الملعب هذا ما أريد أن وضحه في مثل هذه المسألة التي هي في غاية الأهمية والتي لابد أن يتضرق إليها كل من يحاول أن يوجد منظومة فاعلة لمكافحة الفساد في المجتمع القضاء على الفساد في الدولة المدنية الحديثة وعدم الترك أي ثغرة تساعد على الاستغلال تحت مظلته في الدستور الجديد هو الهدف الرئيس من هذه الولشة من خلال نصوص دستورية واضحة ومحكمة وفي مقدمتها الفساد الإداري ولذي بسببه ينتج الفساد المالي وهو من أهم التحديات التي تواجهها اليمن